شاهدين الكرام ينضم إلينا الآن في الستوديو سيد إيهاب جبارين الخبير في الشأن الإسرائيلي سيد إيهاب أحييك في استوديو الجزيرة مباشرة حيك في الدوحة بشكل نعم أهلا بك حياتي الحديث يكثر من خلال وسائل الإعلام سائل الأمريكية والإسرائيلية عن صفقة جديدة عن تقدم في مفاوضات باريس بين بيرنز ورئيس الموساد أي أن كان غدا سيكون هناك اجتماع للحرب ما الذي يحدث هو مجرد ضخ إعلامي مجرد جريف المكان لمحاولة تخفيف الضغوط عن هذه الحكومة من قبل ذوي الأسرى والمتظاهرين الآن في شارع تل عبيب أم أنها نتيجة حقيقية لنعكسات ما يحدث على أرض الواقع في غسر ربما كل ما ذكرته أكثر أضف إلى هذين المعطيين يجب أن نتذكر أن هناك ضغوط دبلوماسية حقيقية تمارس ليس فقط على إسرائيل بل على الولايات المتحدة كيف ستصرف الولايات المتحدة في ظل المعضلة التي أقمها بها بنيمي نتنياهو في أمام محاكم العدل الدولي والجنائي على حد سواء والملفات الجنائية وما إلى ذلك هذا في المقام الأول الذي يجب أن يخذ بعين الاعتبار أضف إلى ذلك نعم هناك ضغوطات حقيقية في داخل الشارع الإسرائيلي ولها تداعياتها يعني يجب أن نتذكر أن على مدار مائتين واثنين وثلاثون يوم لم تستطع إسرائيل أن تحرر أي أسير واحد عدا عن الصفقة وعدا عن شبه الصفقة التي كانت وحررت عبرها اثنين رغم كل الغموضة التي كانت أنا ذاك رغم أن جلانت خرج يومها وقال أن هذه سوف تكون بادرة ومن هنا سوف يكون لدينا الكثير من العمليات المشابهة وما إلى ذلك وطبعا انقطعت أنا ذاك والآن تخرج في غضون الأيام الأخيرة يخرج هاكاري ويبدأ يصرف وكأن هناك زخما لهذه العمليات استخراج الجثث وكأنها عملية مركبة ومعقدة وفقط يخرج إخراج جثث يعني هذه الجزئية في نهاية المطاف هذه الثلاث سيناريوهات الموجودة أمام ذوي الأسرة هي أما أن يعودوا أحياء وطبعا هذا ما يريدونهم أو أجل الثامين أو أن لا يعودوا أبدا وهذا السيناريو الأسوأ طبعا بطبيعة الحال فبالتالي هذه ضغوطات حقيقية وفي المسار الثالث هو ما يجري في داخل الميدان نتنياهو أقحم إسرائيل في داخل رفاح بل أكثر من ذلك بمفاهيم معينة وكبيرة بإعتقادي كان يمكن لإسرائيل أن تقطع هذه الحرب في نهاية شهر ديسمبر بداية شهر يناير في أقل أضرار ممكنة آنذاك دبلوماسيا وعسكريا وميدانيا وسياسيا حتى ولكن بالنسبة لبني من نتنياهو الحرب هنا هي ليست وسيلة بل هي الهدف هذه النقطة والجزئية الأهم هو يستغل هذه الحرب يستغل ضباب هذه الحرب ليمارس في ثلاث أمور المنفذ الشخصي وهذه النقطة مهمة جدا ولكن لا يمكن أن نختصر بني من نتنياهو نختزله عفوا بالمضبار الشخصي هو شخص مهني بالمقام الثاني هو يعلم تدعيات ما يجري ويستغل ضباب الحرب لكي يقوم بكل القوانين التي حاول أن يقننها على مدارة عام 2023 ولم يستطع الآن في داخل جزئية قوانين الطوارئ يقوم بذلك بأدوات جدا سريعة وفي المضمار الثالث إديولوجيا نتنياهو كان لديه حلم السيطرة على الأرض ما بين البحر إلى النهر والآن يستطيع أن يقوم بذلك لاحظ ما يقوم به بالضفة يعني بدون أدنى شك أن الضفة ليست بمنعزل عما يجري في داخل القطاع بل أكثر من ذلك وهذه النقطة المهمة جدا يعني إذا كانت المعضلة في داخل حكومة إسرائيل أبان الصفقة تحديدا هي ماذا سوف يكون أو كيف سوف يتعاطى إسرائيل مع هذا اليمين المتطرف الذي يمكن أن يشكل عبعا على بن يمين نتنياهو لاحظ أن هناك أثمان تدفع لهذا اليمين في داخل الضفة الغربية الحديث عن جنوب الضفة الغربية كمحافظة من معحفظات النقاب الحديث عن اقتطاع أراضي من سي فكر ارتباطهم إلى ذلك هذه أثمان دفعة وهم يعلمون جيدا أنه لو لا كل ضبابية هذه الحرب ولولا كل ما يجب في داخل القطاع لم يستطاعوا أن يحققوا هذه الأهداف بل أكثر من ذلك يعلمون جيدا أنه في اللحظة التي سوف تنتهي هذه الحكومة هذه الأهداف سوف تختفي كذلك بالتالي فلهذا السبب وجود هذه الحكومة مهم بالنسبة لهم هذه الأثمان يصمت عنها الدولة العميقة تصمت عنها المتمثلة بوجهها إن كان جانس وآيزنكوت يصمتون عن هذا الأمار فبالتالي واضح جدا أن إسرائيل بدأت تضيق ذرعا بكل مجريات الأمور وبحاجة للتخفيف من هذه الضغط من سينتصر؟ أي الفريقين إذا صح هذا التعبيد؟ لدينا فريق متمثل في جانس وآيزنكوت ومن الخارج يعني من خارج هذه الحكومة زعيم المعارضة اللبيد وبعض الأطراف الأخرى تضغط على الجانب الآخر والفريق الآخر بن يمين نتنياهو بن جفير وعسومة ريتشلي الذهاب لمسألة الصفق من سيصمد؟ من سينتصر في النهاية؟ أنا كنت سوء أخرج بن يمين نتنياهو من معاذلة اليمين وضاحه في المنتصف وهو يتلعب ما بين الطرفين هذا ما يقوم به بن يمين يتلعب الطرفين يتلعب الطرفين هو يدير حكومة أو يدير حكومتين في آن واحد يدير الحكومة الاستراتيجية هو يعلم جيدا أن لو لا وجود جانس وآيزنكوت وغالنت حتى والشرعية التي يعطيه إياها لبيد لما كان يحصل على كل ما يحصل عليه من الصمت الأمريكي وما إلى ذلك يعني أننا في هارة المطاف الولايات المتحدة تنظر إلى سموترش وبينغفير كتهديد مباشر لأمنها القومي وجود جانس هو الذي يخفف في الجزئية الثانية التي يجب أن نخذ بعين الاعتبار هو البيضة القبان الأخرى هو يتلعب ما بين الاثنين واحد ما كان يوم أمس ما كان يوم أمس مهم جدا نتنياهو أعلن بأنه لا يريد أو سوف يقوم بالاجتماع بدون جانس وآيزنكوت على سبيل المثال ماذا أراد من ذلك؟ بعيدا عن كل جزئية مجريات الأمور التي جرت يوم أمس والمحكمة وما إلى ذلك هو يحاول أن يخفف من زخم وحدة وقوة جانس وآيزنكوت في زخم الثامن من يونيو أي بكلمات أخرى أنت تهددني بالثامن من يونيو أنا ريتك الطريق ما قبل ذلك فبالتالي عندما يأتي الثامن من يونيو حدثين كما جر يوم أمس أو اثنين أو ثلاثة يفقد جانس كل زخم التهديد الذي كان يضاحه على الطاولة نعم فباعتقادي الذي سوف يفوز حتى هذه اللخظة هو نتنياه غدا اجتماع مجلس الحرب للنظر في العودة لها التفاوض صلاحيات أكبر للوفد المفاوض ماذا تتوقع؟ هي جزئية الصلاحيات الأكبر للوفد المفاوض هذه فيها كثير من الإشكاليات واتلاعب الكلمة أنا باعتقادي السؤال هل هذه الصلاحيات تعطيه هذا الوفد المفاوض بأن يكتب الخطوط العريضة أم الخطوط العريضة هو بحاجة لأن يعيد إلى تل أبيب ويتم كتابتها بالغرفة المغلقة وطبعا بنيمين نتنياه يحاول أن يتلاعب بها في نهاية هذه الطريقة هذا الأمر الذي يجب أن يأخذ بين الاعتبار وأنا باعتقادي أن في داخل هذه الجزئية بدأ هناك التلاعب بمسمى جديد الهدوء المستمر كما أعرضنا اليوم عن أحد الأساس الإسرائيليون أو الأمنيون أن هناك حاجة لهدوء مستمر وهو تلاعب بالكلمات في جزئية وقف اطلاق النار يعني بكلمات أخرى إسرائيل تريد أن تبيت هذا الوضع هذا على ما يبدو ما يتم الاتفاق عليه في الغرفة المغلقة مع برنيع مع العسكر ومع الجيش وحتى مع بنيمين نتنياه بأن هذا هو الوضع الذي تريده إسرائيل بكلمات أخرى يتم التلاعب برفح يتم التلاعب بجزئية رفح لن يكون هناك انسحاب للجيش بالكامل من داخل القطاع هذا ما سوف تحاول أن تضعه إسرائيل على الطاولة وربما تزيد من عداد الأساس هذه هي المعادلة التي سوف تكون بالغالب ولاحظ حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تجيب عن السؤال الأهم ماذا تريد في داخل القطاع ما هو شكل الحكم الذي تريده في داخل القطاع حتى هذه اللحظة هي فقط تقول ماذا لا لكنها لم تجيب على ماذا نعم لعل في مقابلة قادمة نحاول أن نضع هذا السؤال ونناقشه أكثر سيد ذهاب جبارين الخبير في الشأن الإسرائيل شكرا جزيلا لك العفو